السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة رشتة ولقاءنا بيتجدد مرة أخرى وأهلا وسهلا بحضرتكم معكم باسم حامد التوعوي في مجال الأموم وطفولة والحصل على الدبلومة التوعوية في مجال صحة الحامل والطفل وعدد من البرامج الصحية الخاصة بالأسرة حلقتنا النهاردة سيكون ردود سريع على أهم عشر أسئلة ممكن تيجي في زهن الأم الحديثة الأم اللي لسه ربنا رزقها بأول مولود لها في حياتها طبعا بيجي في دمخها عدد من الاستفسارات بتبقى عايزة ردود سريعة عليها النهاردة جبنا لكم أهم عشر أسئلة الفيديو ده إن شاء الله مش هيكون طويل مش هيكون أكتر من ست ساعات ايه كتير جدا كتير جدا ست ساعات اه نخليهم خمسة نخليهم عشر دقائق عشر ايه دقائق دقائق ده قليل مالحقش أتكلم عمتا هنحاول نخليهم مش أكتر من اللي الاستاذة قالت عليهم يلا تتكلم على السلامة ونبدأ حلقة النهاردة يلا بينا طيب ابنك مش محتاج أي حليب صناعي طول ما حضرتك بترضعي رضاعة طبيعية وطول ما وزن الطفل الرضيع بيزيد أسبوع بعد التام طبعا ناخد في بالنا إن أول أسبوعين وزن الطفل بينزل عن وزن الولادة ثم يرتد إلى وزن الولادة ثم نبتدي في الزيادة ده عشان تكون يحط في حسبانك هذا الأمر وطالما الطفل بفي زيادة في الوزن ويتبرز أكتر من ثلاث مرات أو أربع مرات في اليوم ويتبول نفس القصة فده معناه إنه ليس في احتياج إلى حليب صناعي وحليب الأم يكفيه ومع العلم إن كل ما تدي ابنك حليب صناعي مع الحليب السدي الأم حليب اللي بتاع حضرتك بيقل لإن أي حاجة إضافية بتقلل حليب الأم ده السؤال الأول السؤال الثاني إطلاقا الطفل الرضيع لا يحتاج لي شرب الماء قبل ستة شهور يعني هل يحتاج طفلك لي شرب الماء؟ لا قبل ستة شهور؟ لا ليه؟ لأنه كده كده بيرضع من سدي ماما من حليب ماما وحليب ماما فيه الماء حتى الحليب الصناعي هو معمول من الماء طالما الطفل ما أكلش أكل صلب فهو ليس في حاجة إلى الماء طيب هل يحتاج إلى رضعة أعشاب عشان المغس والكلام ده؟ لا رضعة الأعشاب بتعمل إيه؟ طبيب والدكتور المحترم الدكتور حازم سعد سلام قال إن رضعة الأعشاب بتعمل إيه لما تدخل في معدة الطفل الطفل بيبحث دايما جسمه بيبحث دايما عن البروتين فلو وجد البروتين في الحليب بياخد البروتين من الحليب شيء بديهي طيب لو لقى أي حاجة داخل له غير الحليب أو غير البروتين بياخد البروتين من لحمه إذن لو دخلت رضعة الأعشاب في معدة الطفل فبيتاجه إلى إنه ياخد البروتين من لحمه يعني كأنه بيأكل من لحمه وده طبعا شيء ضد نمو الطفل وقد يسبب أيضا مزيد من رضعة الأعشاب إلى الإسهال وأشاء من هذا القبيل طبعا ما فيش رضعة أعشاب قبل ست شهور طبعا في مدرستين في إطعام الطفل المدرسة الأولى اللي بتقول إن طعام الطفل طبعا أول معلقة يكلها غير حليب الأم أو الحليب الصناعي هو في عمر الست شهور ودي المدرسة الأصحة المدرسة الثانية بتقول في عمر الأربع شهور ولكن هذه المدرسة أيضا تشترط شرط مهم جدا هو أن يكون الطفل قادر على أنه يصلب رقابته يعني يصلب رقابته يعني يكون مسبت رقابته ما تميلش منه كده ولا كده ولا كده ولا أي حاجة يكون قادر أنه هو يقيم رقابته يكون مسبتها بنفسه دون دعم من أي أحد ده الشرط بتاع المدرسة الثانية كمان اللي بتنادي بإطعام الطفل عند أربع شهور ورأي الشخصي هو طعام الطفل عند الست شهور هو الأفضل وهو الصح علميا وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية وذلك وفقا حتى لمنظمة الصحة العالمية التي أجبرت منتجات الأغذية التي تعطى للأطفال الرضع مفيش طعام للرضع مكتوب عليه أربع شهور أتحدىكم إن لقيتوا أي طعام للرضع مكتوب عليه أربع شهور أول معلاء بتعطى للطفل مكتوب عليها ست شهور في أطفال ما شاء الله رب يحفظهم بيستطيعوا أن هم يقلبوا نفسه يعني بيقلب نفسه من بطنه على ظهره ومن ظهره على بطنه بيتقلب من الجانب إلى الآخر من عمر ثلاث شهور لكن معظم الأطفال بيستطيعوا ذلك يعني في حلول العمر بتاع السبع شهور لأنه بيحتاج إلى أنه يكون رقابته كويسة ودراعاته كويسة ودي ممكن تكون بتتطور أو يعني بتشد شوية عند عمر السبع شهور طبعا الثلاث شهور طبيعي والسبع شهور طبيعي دي فروق فردية بين طفل والتاني ما فيش أي مشكلة عند أي حد فيهم ولو تأخر شوية حتى يعني الثامن شهور نصبر عليه شوية ما فيش مشكلة في بعض الأطفال بتغلس شوية ببساطة الطفل ممكن يقدر يقعد لوحده من عمر ست شهور إلى عمر ثمان شهور طبعا نقدر أن نساعد الطفل في الجلوس يعني أن نحن نحط له وسادات أو مخدات حواليه من كل ناحية من عمر مثلا خمس شهور كتجربة بسيطة لمحاولته أن هو يقعد يعني في وضع الجلوس لكن هيقعد مستقل بنفسه ما يقعش في عمر من ست شهور إلى عمر الثمان شهور وطبعا زي ما قلنا في فروق فردية بين طفل وتاني وناخد في بالنا بس موضوع أن في طفل بيتولد قبل معاده بيتولد في الشهر الثامن أو مثلا في السابع أو في أول التاسع نحط هذا التاريخ مع التواريخ اللي احنا بنقولها في أي حاجة من المراحل اللي احنا بنتكلم عنه أن الطفل اللي مولود قبل معاده بيبقى مثلا لو هو مولود في الشهر الثامن بيبقى ناقص شهر عن اللي احنا بنتكلم عنه أصلا يعني ممكن نقوله بدل من ستة لتمانية نقول من سبعة لتسعة يعني فهمتوا لا أقصدوا؟ يعني هي في فروق بس فردية بين طفل وقت تاني الطفل ممكن يحبو من عمر التمشهور لكن في بعض الأطفال عندهم مزاكدة يقولك لا أنا ما زحفش على الأرض أنا هداني قاعد لحد ما ممشي ففي بعض الأطفال ما بيعدوش على المرحلة ده على المرحلة دي فده شيء طبيعي برضو عند بعض الأطفال من هم من القعاد للمشي في بعض الأطفال بيحبو ولما بيكون الحبو بتاعهم بيبقى في حدود الشهر التامن أو الشهر التاسع من ولادتهم يعني في عمر التامن شهور أو التسعة شهور الطفل هيحاول أن هو يمشي الخطوات الأولى اللي هي يقوم يعني يمشي خطوة ويقع يمشي خطوة ويقع يمشي وراكم حاجة المهم الطفل هيعمل هذه الخطوات من عمر التسعة شهور إلى عمر 12 شهر تمام؟ طيب الخطوات السابتة يعني يمشي من غير مساعدة بابا ولا ماما ويمشي الواحده من عمر 14 شهر أو 15 شهر يعني نتكلم عن سنة وشهرين سنة وثلاث شهور وفي بعض الأطفال بيوصلوا لحد سنة ونص وكل ده طبيعي خلينا نتفق زيه كل مرة برتكلم فيها إن فيه فروفر ديه بين الطفل والتاني وكل ده طبيعي أهم حاجة بس إدوا أطفالكم فيتامين دال من الولادة حتى عامين وذلك تجنبا ووقاية من لين العظام عندكم فيتامين دال بتاع الأطفال موجود في الصيدليات وهو آمن بالنسبة للأطفال من الولادة حتى سنتين بندي مثلا في دروب أربع نقاط من عمر اليوم لحد عمر السنة ومن عمر السنة لعمر السنتين بتبتدي تدي ست نقاط يوميا ده للوقاية من لين العظام عشان الطفل ما يتأخرش في المشي أول سنة ممكن تظهر عند طفلك بيبقى في عمر الأربع شهور لحد عمر السبع شهور موضوع التسنين هو موضوع كبير بتحبوا نتكلم فيه دلوقتي ها 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 هطول لا خلص أول سنة بتظهر من عمر أربع شهور لعمر السبع شهور يعني لو اتأخر التسنين إن ظهور أول سنة عند طفلك لحد السبع شهور ده شيء طبيعي جدا رأبي بس الدراضير بتاعته هتلاقي فيه حاجة بيضى كده بتنور معه بداية يعني الأربع شهور الخمس شهور هتلاقي فيه حاجة كده لولها أبيض تحت الدراضير بتاعته الطفل هيصدر أصوات تشبه كلمة بابا أو كلمة ماما من عمر تسع شهور لعمر 12 شهر ولكن هو لا يعني معناها بمعنى إيه لا يعني معناها؟ يعني هي مجرد أصوات تشبه هذه الكلمات ولكن لا تعتبر إنه نطق بكلمة بابا أو ماما إمتى حينطق كلمة ماما أو بابا؟ وهو يدرك إنه بينادي على أبوه أو على مامته من عمر 12 شهر لحد عمر 18 شهر يعني لحد عمر السنة ونص لكن الملاحظة اللذيذة بقى ليه الطفل بيقول بابا الأول ما بيقولش ماما الأول؟ بعض الباحثين وجدوا إن هذا يعود إلى إن الأم بتعود مع ابنها أو بنتها هي الفترة الأطول بيعودوا مع بعضهم فبالتالي هي لما بتنادي على بابا هي اللي بتنادي عليه كتير قدامه فبالتالي هو بيسمع كلمة بابا أكتر ما بيسمع كلمة ماما لإنه طبعا بابا بيجي آخر النهار وما بيقولهاش أي حاجة قدامه وبيخش ينام على طول بس كده ده السؤال الأهم في حلقة النهار ده بالنسبة لي أنا يعنيه شخصياً أو بالنسبة لأي أب إمتى الطفل حيتنازل عن الحفاظة؟ الطفل ممكن يتنازل عن الحفاظة ويعتمد على نفسه ويقول لمامته أنه عايز يدخل الحمام بأي طريق التعبير هو يختارها أو بالتفاوض مع مامته يقول لها بقى كيكي أي كلمة بالتنسيق ما بينهم من عمر سنتين لعمر سنتين ونص أكتر من كده بيبقى المشكلة مش في الطفل المشكلة في ماما اللي دلعت هذا الطفل إنما يفترض أن الطفل يعتمد على نفسه في التعبير عن دخوله الحمام أو عن يعني أنه يعمل في البوتي بتاع الطفل الصغير من عمر السنتين لعمر السنتين ونص وكده يبقى بابا يعني بقى مبسوط جداً بهذه المعلومة وربنا يصبره ويصبرنا جامعاً بشكركم شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته